أهلا بكم مشاهدين الحرب في أوكرانيا تنهي شهرها السادس وكييف تكشف عن أول حصيلة في خسائرها البشرية بإعلانها عن مقتل 9000 جندي من قواتها في هذه الحرب منذ بدايتها وفيما أوكرانيا عالقة تحت ركامها تغرق أوروبا عموما في أزمة اقتصادية معقدة فللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن ترتفع أسعار العقود الآجلة للغاز إلى مستوى قياسي بلغ نحو 2861 دولارا لكل ألف متر مكعب يرى خبراء اقتصاديون احتمال دخول الاقتصاد الأوروبي في فترة ركود فالاقتصاد البريطاني مثلا شهد أكبر كماش منذ 300 عام بنسبة 11% عد من خفض اليورو لفترة وجيزة إلى أدنى مستوياته وعلى صعيد المواجهة الجبهة الأوروبية متصدعة ومشتتة في وجه روسيا ففي الوقت الذي تجهت فيه ألمانيا للبحث عن الغاز في كندا تتعلق بلغاريا بالغاز الروسي وفي ملف استقبال السائحين الروس أيضا انقسمت أوروبا بين مؤيد ومعارض فوق كل ذلك وعلى مسافة قريبة ترسل الولايات المتحدة الطائرات الحربية للتحليق فوق جنوب شرق أوروبا لإظهار دعمها لحلفائها فأي أفق لتلك الحرب التي تسهم واشنطن في اشتعال ساحتها وأي أطراف يدفعون الفاتورة الأعلى ويتحملون الأعباء الكبرى شكرا